رفع اليد على اليد التي رفعت لمن قبله اختيار الرئيس إن لم يتم بتوافق كردي سيخلط الأوراق وربما يشتاز الجلسة الواحدة مواعيد دستورية قد لا تدخلوا في حسابات المتنافسين رغم حصر الصراع بين برهم صالح وفؤاد حسين انقسامات بغداد وكتلها نقطة انطلاق للبعض وتوقف للبعض الآخر فشخص الرئيس لا بد من أن يمر من هنا العلاقات الكردية الكردية تفتقل للشعور بالثقة وضغيان الخذلان بين أصدقاء الأمس دورات سبعة كانوا مرشح أو مرشحين بالزايد لكن في هذه هي لدينا سبعة سيخضعون للتصويت أعتقد الموضوع سيتجه باتجاه أكثر من الجلسة لهذا حرصت جميعا أن تكون يوم الاثنين ووم الثلاثة كلا يعبر مدة الشهر الدستوري باعتبار ركات الجلسة يوم الثلاثة في الشهر الماضي الانقسام أيضا عكس على البرلمان العراقي في بغداد أيضا هناك تردد عند كثير من الأحزاب والكتل بين المرشحين برهم صالح وكذلك فؤاد حسين وبالتالي هذه كثرة الانقسامات أصبحت حالة لأغلب الكتل والمكونات حج كردي إلى بغداد لم يتوقف منذ حين هدف واحد ومساعي مختلفة نحو قصر السلام بدأها البرزاني وختمها طالباني بالأمس إصرار الديمقراطي علنه البعض محاولة لنصب أول أحجار الاستفتاء القادم ببيتق كردي متعصب وطامح للاستقلال ودعم لسابقه تجديد حلم قديم للديمقراطي وعدم تكرار خطأ سابق للوطني قد يقرب المنصبة من صالح أكثر من غيره محاولة أن يكون رئاس الجمهورية الخطوة الأولى باتجاه انفصال شمال العراق طبعا ممثل أو رئيس جمهورية العراق القادم الذي يحاول دفعه الديمقراطي هو سيكون كردي بتعصب قومي عكس ما كان ضمن الفترات الماضية أن يكون كردي بنكة عراقية تكاهنات المراقبين قد تنتهي بعد أقل من 48 ساعة ربما تمتد إلى حين التوافق التوافق ذاته كان حاضرا في مناسبات مشابهة لكنه غاب أو تغيب ففأن الممكن قد يفعل أكثر من الممكن للوصول إلى المنصب الشحيح بالصلاحيات المربدي بالخلافات مصطف حمدي قناة الرشيد بغداد